اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشركات الصغيرة بحيث انها تكون متوفرة على الانترنت ويستخدمها تستخدم هذه الشركات هاي البرامج من خلال عملية الوصول الى الانترنت ما هي المميزات التي تجعل منظومة الحوسبة السحابية جاذبة وضرورية لشركات الاعمال الحوسبة السحابية اول شي بتخلي الشركات تعرف قديش مقدار التكلفة من البداية بحيث انها هي عبارة عن مقدار معين من المال تدفعه انت مقابل هذه الخدمة اللي انت بتحددها فانت ما في عندك اي هيدين كوست موجود على هذه البرامج فبتخلي الشركة عندك تهتم اكثر بالبزنس الرئيسي اللي نشأت هذه الشركة من اجله وتترك موضوع الـ IT او موضوع التكنولوجي للشركات اللي هي بتعمل برامج مشتركة لجميع الشركات بشكل عام فبتخلي انه الثمن التكلفة لهذه البرامج قليل جدا فبحيث تكلفتها قليلة جدا معروفة شغلة ثانية انه بتخلي الشركات بتساعد الشركات على تحديد البرنامج او تطبيق المناسب لهاي الشركة وبتخليها تكبر البرامج استخدامها لهذا البرنامج يزداد مع نمو هذه الشركات لكن من الايام العادية بالاشياء بالوضع الطبيعي الشركات بتشتري اجهزة وتشتري برامج ممكن تكون مطابقة للبزنس تباحها او للهدف اللي انشئت من اجله ممكن ما تكون مطابقة لها فهذا بيكلف الشركة انه بعد فترة اذا اكتشفت انه هذا البرنامج او هاي الاستثمار اللي عملوه ما اثر على البزنس تباحهم فما في مجال انهم يرجعون فانه خلص خسر الفلوس كان انه خسرها بينما بالحوسبة السحابية انت بتستخدم الشيء اللي انت بدك اياه اللي شايف انتها حسب الركومنديشن الى اكتشفت انه بعد شهر او شهرين او بعد يوم او وطفر المدة انه مش مناسب او ما ساعدك لتزيد البزنس تبعك بمكانك توقفه فانت بتكون خسرت بس الانفستمنت اللي عملتها اللي هو المعروف قديش قيمتها خلال الفترة الماضية اللي بتسواته من وجهة نصركم ما هي اهم التحديات التي تواجه انظمة الحوسبة السحابية التحديات اللي هو اللي بنحكي انطباع الناس عن الحوسبة انه الموضوع الامان والسيكوريتي انه انت معرفش وين موجود الابليكيشن هذا الداتا اللي موجودة عليها هل الناس بتعمل عليها اكسس بتشوفها ولا بتشوفهاش وين موجود باي مكان من العالم طب انا لو بكرا بدي اسحب الداتا تبعتي هاي من المكان اللي انا معامل ليه هل بيمكاني اوخدها ولا مش بيمكاني اوخدها فكل هاي التحديات لكن يعني اول اهم التحدي الرئيسي اللي هي موضوع الانترنت كونيكشن واتوقع انه في قطر دولة قطر ما عاد هذا التحدي كبير لانه الانترنت متوفرة بعدة انواع من التكنولوجي سواء بالبيت عن لاندلاين لدي اسل او 3G فهو التحدي لانه اذا ما كان فيه انترنت ما بتقدر تعمل اكسس او ما بتقدر تصل لهاي التطبيقات فهو هذا التحدي الرئيسي ولكن التحدي الثاني زي ما حكيت لك وهو انطباع الناس عن هذا واتوقع انه من خلال هاي الندوات من خلال عملية الاتصال مع هذا الشركات بنحاول نفهمهم او نأكد لهم انه موضوع السيكوريتي او الامان بهاي التطبيقات متوفرة ومم اخذ بعين الاعتبار من قبل الشركات اللي احنا بنزود هاي التطبيقات من خلالها يعني نقدر نقول الشركات انه في امان الموضوع ده في امان وفي قوانين هناك تحكم هذا الموضوع قوانين ما اتوقع انه في قوانين تحكم هاي ولكن انت انت لما الشركات اللي بتا تقدم لك لازم تثبت لك انها هاي الابليكيشن او هاي التطبيقات امنة بحيث انها الداة وهذا بيمكنك انت تتأكد منه من خلال هم شرحهم اليك عن طريقة كيف بنوا هاي الابليكيشن او التطبيقات وكيف وضعوها وين وضعوها وشو التكنولوجي اللي بيستخدموها لعمين ما يعملوا هاي الابليكيشن امنة سؤالي بدل ازاي بما ان اقلظمة الحسابة الساحبية جميعها قائمة على الانترنت ووجود ايه الشبكة ووجود انترنت فما هو الحال مثلما واقع مثلا في قاطع الكيبر البحري هيكون ايه الوضع ساعد كيف تحصل الشركات على المعلومات الخاصة بها هاي مشكلة مش مشكلة قطر لوحدة او مشكلة مكان معين بتكون مشكلة بتأثر على عدد كبير جدا من البلدان وساعتها اللي هي البزنس راح يوقف حتى لو كان يستخدم الابليكيشن على حوسبة او يستخدم الابليكيشن عنده بالمكتب لانه حتى لو كان عنده بالمكتب الابليكيشن ما راح يقدر يعمل الكنيكشن على الانترنت كمان لكن المعلومات متاحة المعلومات متاحة محليا يعني بس مش متاحة انه بامكانه يرسل ويستقبل وكذا فيعني لسه في الميتشن ياس انه هي ما راح تكون زي ما لما تكون بس هذي سيئة وبينما مقابلها عدة حسنات كثيرة فبتخلي البزنس ساعتها يعني ممكن انها تتعايش معها يعني ما بنقولك انه مية بالمية انه البرنامج فيه يضمن لك الابليكي بغض النظر عن الظروف وعن الكوارث اللي بصير بس هاي تنتج نتيجة كارثة معين يعني بس هل هناك خوالين حاليا بتحكم عملية التنقل من مقدم خدمة الاخر يعني لو انا مثلا حاليا الشركة معانا بتقدم لي خدمة الحسابة السحبية وعود انتقل لمقدم اخر مع انتهاء عادي هل هناك خوالين تحكم ذلك اتوقع هذا يعتمد على طبيعة العقد اللي انت بتوقعه مع الشركة اللي انت المزودة اليك بهذا التطبيقات وهذه المجالات بالنهاية انت يعني الايميل او المال ايميل انت الايميلات موجودة عندك بالجهاز بامكانك تخزنها عندك لو انت قد لمكان ثاني بامكانك تأخذ ولا لا باعتمد حسب القانون حسب العقد اللي موقع انت والشركة اللي مقدمة لك الابليكيشن هذا فهي هاي اللي بتحكم على الموضوع ما بتقدر تحدد بالضبط شو اللي ممكن يصير بناء على العقد اللي انت موقع بينك وبين الشركة اللي مقدمت لك العملية الحسابة السحابية احيانا بعد الشركات الخارجية يعني على سبيل المثال الدول الاوروبية بيكون لها قوانين بتحكمها كشركات داخليا في حالة مثلا كنوع من الشراكة مع دول اخرى والشركات بتخارج الحدود في الحالة اللي ازا دي انت بتمشي حسب قوانين اني بلد يعني الحسابة السحابية في الحالة ازا كده بتضطر انها تتبع قوانين البلد اللي موجود ولا قوانين البلد اللي خارج منها او لا بتوقع انه هنا احنا كونها انه احنا البرنامج اللي احنا الحسابة السحابية اللي بنعملها احنا نتبع القانون قطر لانه قونه انه الشركة التي تقدمها تابعة موجودة في قطر وتابعة لها يعني موجودة في قطر فتخضع للنظام اللي نسميه الريجوليشن تبع الاي سي تي قطر بناءا عليها بيعتمد عليه لانه فيه يعني الموضوع مش موضوع مفتوح موضوع فيه وفيه له قوانين وفيه له التزامات وفيه له ثوابت بتحدده الا بالنسبة لأوروبا اكيد بديخضع للقوانين اللي موجودة بأوروبا لانه بيعتمد حسب المكان لانه انت بالنهاية لانه بتشتري حوسبة سحابية انت مش متأكد وين اصلا موجود السيرفرات يعني ممكن انك تشتريه من شركة من اوروبا بس السيرفرات ممكن موجودة بأسب شرقاسية فانت بالنهاية يعني ما بيعتمد حسب بالنهاية حسب العقد اللي موقع بينك وبين الشركة فهذا اللي بحكم وهذا العقد بيكون خاضع لقوانين معين مذكور فيها بكون انه اي اختلاف او ديبيت بينك بين الطرفين بيخضع لقانون معين بيكون مذكور بالعقد هل في يعني اقبال من قبل الشركات بمتقة الخليج على النظام الحسبة السحابية؟ والله اقبال في اقبال ونتيجة الازم الاقتصادية اللي هلا كل الشركات بتحاول انها تخفف من المصاريف والحسبة السحابية هي اكثر اكثر شيء ممكن يساعد الشركات ليخففوا من مصاريف من عبء المصاريف اللي عندهم اليومية والشهرية فيه اقبال بس لحد الان كمفهوم كحسبة موجود في منطقة الخليج لسه ما وصل للمرحلة اللي بتقدر تقارنها باوروبا وبدول تانية لو حبتت نصيحة للشركات المتخوفة من استخدام الحسبة السحابية ايه نصيحتك اليوم؟ انا باكد انه المستقبل للحسب السحابية واجلا انا معاجلا كل الشركات حتى الشركات الكبيرة مش الشركات الصغيرة اه وهذا الشيء انا بشجع كل الشركات انه ما تقضهوش بالبداية بس لو جربوه انا متأكد انه راح يشوفوا انه الموضوع انه سيكور ومش اي مجال انا ما اتوقع فيه اي انترست للشركات انه يعني مهتمين جدا معملية السيكوريتي لانه هذا البزنس تبعهم اذا اعطوك امان واعطوك فمعناته الشركات هاي اللي تتقدم للحسب السحابية راح تستمر ورح يزيد الكاستمر تابعونها فهي احد الاشياء الاساسية اللي هي باي سيرفس بقدموها لازم يكون مضمون عملية الامان فيها هل هناك اسعار معاناة حاليا للحسب السحابية لذا شركتكم للشركات اللي تريد استخدامها؟ زي ما اعلننا بالندوة تبعتنا انه في كتير اعطينا زي ما تحكي اسعار تشجيعية في البداية للشركات اللي من عشر موظفين لعشرين لخمسين باحتمد هذا كزي ما تحكي شيء اساسي اعطنا للشركات واسعار تشجيعية يعني انت بتحكي عن خمسين يوزر اللي خمسين موظف في عندهم مع ويب سايت مع ايميز مع استورج لي خزنوا داتا تبعتهم بتحكي عن الف ومئتين وخمسين ريال فهذا الشي لا يشكل جزء من راتب يعني لا يشكل اجار المكان اللي بدك تحط فيه السيرفرات اللي بدك تحط لهم فلذلك يعني هذا سعار تشجيعية واتوقع انه لما تزيد بكرة للشركات اللي بتقدم هاي الخدمة اتوقع انه هاي الاسعار كمان راح تنزل اكثر وراح تخلي العملية انها بتصير كتير كتير اه كوست افكتب لكل الشركات نحيا نشكل السيد مأمون وشكري لحد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر